اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وقام بثلاث أستخلفه يصوم النهار ويقوم الليل ولا يغضب فقام رجل تزدريه العين فقال أنا فقال له أنت تصوم النهار وتقوم الليل ولا تغضب قال نعم فردهم ذلك اليوم وقام في اليوم الثاني فقال مثلها فسكت الناس وقام ذلك الرجل فقال أنا فاستخلفه فجعل إبليس يقول للشياطين عليكم بفلان فأعياهم ذلك فقال دعوني وإياه فأتاه في صورة شيخ كبير وأتاه حين أخذ مضجعه للقائلة وكان لا ينام الليل والنهار إلا تلك النومة فدق عليه الباب فقال من هذا قال شيخ كبير مظلوم فقام ففتح الباب فجعل يقص عليه فقال إن بيني وبين قومي خصومة وإنهم ظلموني وفعلوا بي وفعلوا وجعل يطول عليه حتى حضر الرواح وذهبت القائلة فقال له إذا رحت إلى مجلسه فأتني آخذ لك بحقك فانطلق وراح إلى مجلسه فجعل ينظر هل يرى الشيخ فلم يره فقام فلما كان الغد جعل يقضي بين الناس وينتظره فلا يراه فلما رجع إلى بيته وأخذ مضجعه أتاه فدق عليه الباب فقال من هذا فقال الشيخ الكبير المظلوم ففتح له فقال له ألم أقل لك إذا جلست في مجلسي فأتني فقال إنهم أخبثوا قوم إذا عرفوا أنك في مجلسك قالوا نحن نعقيك حقك وإذا قمت جحدوني قال فانطلق فإذا رحت إلى مجلسي فأتني وفاتته القائلة فراح إلى مجلسه فجعل ينتظر الشيخ فلا يراه فشق عليه النعاس في اليوم الثالث فقال لبعض أهله لا تدعن أحدا يقرب هذا الباب حتى أنام فإني قد شق علي النوم فلما كانت تلك الساعة جاءه الشيخ فقال له الرجل وراءك وراءك فقال إني قد أتيته أمس فذكرت له أمري فقال له الرجل لا والله لقد أمرنا ألا ندع أحدا يقربه فلما أعياه تسور عليه البيت فإذا هو في الداخل فدق عليه الباب فاستيقظ الرجل فقال يا فلان ألم أمرك قال أما من جهتي والله لم تؤتى فانظر من أين أتيت فقام إلى الباب فإذا هو مغلق كما أغلقه وإذا الرجل معه في البيت فعرفه فقال يا عدو الله فقال الشيطان نعم أعييتني في كل شيء ففعلت ما ترى لأغضبك فلم يغضب فسماه الله ذا الكفل لأنه تكفل بأمر فوفى به وقيل في قصته غير ذلك والله أعلم سنقف عند هذا القدر وسنكمل إن شاء الله في الحلقات القادمة سلسلة تاريخ الأرض فانتظرونا ليصلكم كل جديد يرجى الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ويمكنكم أيضا متابعتنا على حسابنا في سناب شات إلى اللقاء اللهم لا تجعل هلاك أمة محمد على يدينا اللهم لا تهلكنا بالسنين وارفع عنا البلاء اشتركوا في القناة